بغض النظر بقى عن هذا الموضوع لأن الموضوع ده استكمالاً لتفاصيل كتير ومشاكل كتير بين وجهها في الساحة وفي الوسط الرياضي وفي المنظومة الرياضية بشكل عام أي منظومة عايزة تنجح أي منظومة عايزة تنجح لازم تختار ناس تكون زو كفاءة وزو قدرات وإمكانيات تؤهلهم لتولي المسئولية والمسئولية هنا مش مسئولية إدارية أو مش مسئولية فنية ولكن مسئولية الضمير مسئولية الضمير بمعنى أن أي واحد يقعد على كرسي المسئولية لازم يكون عنده ضمير وهو بيشتغل أنه بيشتغل لمصلحة البلد في المقام الأول وبيشتغل لمتطلبات المكان اللي هو بيشتغل فيه لعيب جايله عقد احترافه الأمور تمشي بشكل سليم لعيب هيجدد عنده الأمور تمشي بشكل سليم ناس بتدير المنظومة وبتعمل دوري وبتعمل مسابقات تديرها طبقا للقواعد اللي بيحددها الاتحاد الدولي حاجات كتيرة حاجات كتيرة احنا شايفينها غلط وحاجات كتيرة احنا بنتكلم فيها هنا وللأسف الناس بتقعد تعاند في الغلط انا مش هتكلم على مثال معين او امثلة معينة انتو عارفين الامثلة كتيرة والمشاكل كتيرة والتخبط في القرارات كتيرة جدا ما بين لوائح ما بتتطبقش ما بين مجملات في التعينات ما بين مجملات في تبوق مناصب لناس غير مؤهلة لإدارة سواء اندية او اتحادات شايفين اخطاء كتيرة شايفين منتخبات بتسافر وبتحققش حاجة شايفين حكام بتتعرض لمواقف كتيرة غلط ما حدش بيقف معاها شايفين ناس بتدير مسابقات بعقلية التامنينات والسبعينات وما حدش عايز ياخد اكشن ولول مرة يعد الحاجة في المنظومة اللي احنا شايفينها والاعلام على قد ما بيقدر مش هجمع الاعلام او الصحافة بس الناس على قد ما بتقدر اللي بيبقى على قد ما يعني ربنا بيقدروا يقول حاجة بيقولها يعني انا مش عايزة اتكلم على الاشمل او الكل كل واحد حر في طريق شغله وادارته لشغله ولكن والله يا جماعة في الاعلام فيه ناس بتحاول بتحاول تقدم حاجة فيه ناس بتحول تقول يا جماعة فيه مشاكل في كذا ولكن طبعا للأسف احنا بنعاني لان المنظومة كلها مش متكتفة المنظومة كلها او مش كلها مش عايزة تكلم بالاشمل بس فيه ناس بتقلبها دايما انتماءات لما بنتكلم في قضية بتقلبها دايما شخصنا اللي احنا عندنا موقف مع حد بتقلبها دايماً إحنا لنا مصلحة في حاجة معينة ولكن والله لا لنا مصلحة مع حد ولا عايزين حاجة من حد وكل اللي بنحنا بنتكلم فيه بنهدف فيه الصالح العام للمنظومة دي وللبلد دي لأن الرياضة والكرة تحديداً هي أكتر حاجة في البلد أو في أي دولة ممكن تقودها للأمام كصناعة، كاستثمار، كتطوير، كقضوة للشباب اللي موجودين في الشارع هكت كتيراً جداً المنظومة دي لو اتعدلت هتعدل تفاصيل كتيرة بس للأسف إحنا بنتكلم في أخطاء بتحصل محدش بياخد قرارات ويقول إن فيه غلط حصل لا الناس بتعاند في الغلط وبتستمر في الغلط كل حاجة غلط آخر حاجة في عهد الاتحاد الحالي ده المنتخب الأولمبي لو لا قدر الله المنتخب ده ما حققاش حاجة الناس دي هتخرج من المشهد وهي 0 من 10 الربطة اللي بتدير المسابقة ما بنشوفش صور اجتماعات بابنشوفش صور تثبت إن الربطة دي بتشتغل بعمل مؤسسي بابنشوفش في الربطة هياك الإدارية تؤكد إن فيه إدارة للاستثمار إدارة للتطوير إدارة للمسابقات مش عارفين حتى دارة المسابقات مين هي الإدارة كل حاجة بيتم إدارتها بطريقة الوان من شو عشان كده النتيجة اللي احنا شايفينها دلوقتي ده نتاج كل المشاكل اللي احنا شايفينها آخر خمس ست سنين وهتستمر لو فضلنا مشين بنفس الشكل التحقيق اللي هيتعمل في موضوع أحمد رفعت أتمنى يكون لي نتائج ولما يكون لي نتائج تكون فيه قرارات واللي غلط مش يتعاقب يخرج من المشهد يخرج من المشهد كله لأن الوسط ده محتاج ناس جديدة بتحب البلد بتحافظ على شباب هذا البلد تاخد قرارات تقود الرياضة والكورة للأمام والموضوع سهل ومس صعب بس ناخد قرار ترجمة نانسي قنقر